اشتركوا في القناة يكونون أبنائهم ناجحين بس مستحيل ترى يعني لازم نتقبل الواقع في أمور بالواقع لازم نتقبلها مشكلة الإنسان وايد ألاحظ وايد في بشر ما عندهم مهارة التقبل مو بقاموسهم مهارة التقبل نغير يعني نغير يضبط يعني يضبط بشيمة ولا بجيمة ما عندنا شيء اسمه و هذا الوضع و شو نعيسوي بعد واستخدم طريقة ثانية واستخدم خطة ثانية واستخدم بديل ثاني ماكو يا هالطريقة يا ماكو مايوي أو هايوي لازم يكون في تقبل لو مافي رسوب مافي نجاح لو مافي فشل مافي إنجاز شلون بنعرف لازم يكون في فشل إذا أنت ما تبي تكون ضحية الفشل وهذا ما يبيه يفشل وهذا ما يبيه يفشل وهذا ما يبيه يرسب وهذا ما يبيه يرسب يعني من اللي راح يرسب هذا واقع لازم نتقبلها لابد أن يكون في ناس ترسب دراسيا و ناس تنجح دراسيا عاد ليش يرسبون شلون ينجحون هذا موضوع آخر بس لازم يكون في ناس بتوزيع الدرجات الجرس بالإحصاء في شيء اسمه جرس اللي هو يعني ما الإحصاء يعني فيه عندي مجموعة اللي أفرض عندي مليون شخص المليون شخص هذولي فيه عندي سبعمائة ألف السبعمائة ألف أهم العامة الناس وفيه عندي مئة وخمسين عباقرة وعندي مئة وخمسين ألف مئة وخمسين ألف عباقرة مئة وخمسين ألف مو عباقرة متدني الذكاء هذولي قيمة شاذة يسمونها هذولي أهم المجتمع السبعمائة ألف أهم المجتمع فأنا ما أقيس على القيم الشاذة أنا أقيس على المجتمع ككل عشان هذه لازم يكون فيه ناس متدني ذكاء وفيه ناس عباقرة فيه ناس عندهم رسوب دراسي فيه ناس عندهم تفوق دراسي وبالنصف فيه ناس المتوسطين هذه طبيعة الإحصاء وطبيعة الحياة وطبيعة الأنظمة الأكاديمية ما فيه جامعة أو مدرسة في الدنيا طبيعية احترافية كل الطلبة ناجحين ماكم أو كل الطلبة راسبي ما فلازم نتقبل أن هناك رسوب وهناك نجاح وهناك تفوق وهناك تدني لدرجة الرسوب يعني درجة الفصل السؤال أعزائي المشاهدين لو كل واحد قاعد بينه وبين نفسه وطرح على نفسه هذا السؤال ليش؟ بالدراسة فيه تسعين بالمئة وفوق وفيه ثمانين بالمئة وفوق وفيه سبعين بالمئة للثمانين وفيه ستين للسبعين وفيه خمسين وتحت أو تحت الستين ليش؟ إذا ليش اللي يبستين ينجح واللي يبمية ينجح ليش؟ ليش محطوها أبيض أسود ناجح راسل ليش محطوها بهذه الطريقة؟ ليش حطوها أنه فيه متفوق خارق وفيه ناجح وفيه جيد جدا وفيه جيد وفيه مقبول وفيه جيد جدا مرتفع وفيه ممتاز مرتفع ليش حطوه هذا التوزيع؟ لأن يدرون الأنظمة الأكاديمية في الكرة الأرضية كلها يعلمون أن قدرات الطلبة تتفاوت قدرات الطلبة على إنجاز علامات معينة تتفاوت هل اللي ييب ستين يقدر ييب تسعين؟ الإجابة نعم هل اللي ييب خمسين مو ستين يقدر ييب أمية؟ الإجابة نعم يقدر ييب أمية ولكن شنو راح يصير فيه علشان ييب الأمية؟ هل اللي ييب الأمية وهو مرتاح؟ أقدر أنا أخلي اللي ييب ستين نفسه؟ لا خليه ييب أمية نفسه ولكن مو بنفس الراحة اللي هو مرتاحها ليش؟ لأن هذا عنده قدرة أن ييب الأمية وهو مرتاح أو ييب التسعين وهو مرتاح هذا يدرس ساعتين ثلاثة في اليوم قدراتها العقلية تساعدة النيب تسعين خمسة وتسعين بالأمية وهذه قدرتها وما حطوا التسعين وخمسة وتسعين حق هذه القدرات وحطوا الستين للسبعين حق قدرات الثاني هل يعني أن هذا مو زين وهذا زين؟ لا زينهم زينين بس هذا يصلح لتخصصات معينة وهذا يصلح لتخصصات معينة يرجى الانتباه بعد الفاصل بنوضح أكثر شنو تأثير العلامات الدراسية من الناحية النفسية على أبنائنا إذا ضقتنا عليهم خلكم معنا ليش بالحياة أعزائي المشاهدين في تخصصات أنت لما تروح للمستشفى الطبيب بروحها ما يقدر يسوي لك شيء لازم معاه ممرضين المهندس بروحها ما يقدر يسوي لك شيء لازم معاه مساعدين مهندس ومساعدين المهندسين معاهم لازم أمال والأمال لازم فوقهم مقاول وليش لازم يكون فيه صباق ولازم يكون فيه ميكانيكي ولازم يكون فيه بن شرتي ولازم يكون فيه مدير إدارة ولازم يكون فيه وزير ولازم يكون فيه وكيل ولازم يكون فيه مراسل ليش 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 هذه التخصصات كلها لأن هذه التخصصات متاحة على حسب قدرات الإنسان الأكاديمية أثناء الدراسة اللي ييب 60 إلى 70 لح تخصصات معينة يقدر يختار بينها متعددة واللي ييب 90 وفوق لح تخصصات متعددة كذلك يقدر ييب يقدر يختار من بينها هناك خطأ يمارسونه أولياء الأمور مع أبنائهم هو عبارة عن ضغط شديد على الأبناء أنا أتكلم أعزائي المشاهدين سوف نفرق ما بين الطالب الطبيعي اللي قاعد يدرس طبيعي مو قاعد يدرس تحت الضغط شديد مو قاعد يدرس تحت ترهيب مو قاعد يدرس تحت تهديد لا لا أنا قاعد أتكلم عن واحد قاعد يدرس عادي مضغوط ضغط الدراسة مو مضغوط خايف منك بينك وبين الدراسة وخايف أنه يعني لا لا أتكلم عن الدراسة العادية ولا أتكلم هنا عن الطالب المهمل الشيطان اللي ينحاش من المدرسة والمهمل لا أتكلم عن هذا أتكلم عن الطلب العاديين فاللي ييب 60 لي 70 أقدر أضقط عليه بشدة أخليه ييب 90 أو أخليه ييب 95 بس نفسيته راح تتعب وقدراته العقلية ما تساعده أنه يتخصص المجالات اللي يقدر يتخصصها اللي بالتسعينات ييبها وهو مرتاح فلما يتخرج من الثانوية العامة وهو ييب 95 تحت الضغط الشديد اللي أنت ما رست عليه وياب 95 وبعدين راح هذه التخصصات مالة اللي فوق التسعينات تأكد أنه يمكن ينجح يمكن ما ينجح ولو نجح بعد ما يتخرج ما راح يكون مرتاح بهذا التخصص لأنه مو ميولى لأنه مو قدراتها العقلية واحد ما يعرف يرسم أنت مصر أنك الدخلة مأهد مال الرسم وإلا تبي يرسم ودخل المعهد إرضاءا لك وخوفا منك كولي أمر وتخرج من المعهد بيطلع رساء بيطلع فنان ما راح يطلع فنان بيطلع يعرف أدبيات الفن كيفية تخطيط الرسمة لكن بيكون مبدع بالرسمة لا اسمح لي كل شما راح يكون مبدع بالرسمة ضقت على طالب يابلك بالستينات وبالسبعينات ضقت عليه رفعت معدلة لين ينت تسعين وخمسة وتسعين وقررت أنك الدخل أبيك تروح هندسة ميكانيكية بالذات هندسة ميكانيكية حاضر راح هندسة ميكانيكية ارضاءا لك أو خوفا منك وتخرج مكينة ما يبطل ما يعرف ما يحب مو ميولة تلاقي يروح يشتغل أي شغلة ثانية أو يشتغل وما يركز بالدوام أو مهمل بالدوام أو مطنش دوامة أو يدور لديناميك معينة يسويها بالدوام عشان بس ما يمارس الهندسة الميكانيكية فيرجى الانتباح أثناء تدريس أبنائنا لازم نحط في مخنا هذه القاعدة أجرب مرة مرتين أجيب مدرس مدرسين أجيب مدرسة مدرستين أروح لمدرسة أسأل هذه قدرات ابني خلاص هذه قدرات تعلم الموضوع ما لداعي أنه أنا أفقط عليه زيادة وإلا يصير هذا التخص إلا يصير طبيب إلا يصير مهندس إلا يصير محامي إلا يصير مو إلا لا مو إلا كلش مو إلا يمكن هذه عكسية عليك يمكن دخلك مشاكل خلاص وهذه قدرته خل في هذه القدرة وشجعة على هذه القدرة وحثة وشجعة على التخصصات اللي محددة للناس اللي عندهم هذه القدرة وشوفه شنون راح يبدأ فيها أي أن كان التخصص اللي يقول لك يا ابنك اليوم أو بنتك اليوم وهم بالثانوية أو مو بالثانوية بالمتوسط طرف الغالب اختياراتهم عثناء المتوسط تكون يعني مو دقيقة أمية في الأمية فأنت ماشي شوية لما يكون الواحد الطفل في المتوسط أو في الابتدائي ويقول لك تخصص من وجهة نظرك معاجبك ماشي شوية ما يخالف طول بالك لا تتحوش معاه لأنا بقيله بعد عشر سنوات على ما يتخرج بعدين يختار التخصص العشر سنوات هذه فيها ستمائة ألف راي ممكن يغيره هذا الطالب فطول بالك معاه بالثانوية ابدأ تناقش معاه على التخصصات تعال يا ولدي يا حبيبي يا بنتي يا عبيبتي أنت قدراتك من كذا إلى كذا شنو التخصصات اللي تبينها تخصصات اللي متاحة واحدة اثنين ثلاثة ألف با جيم هاي التخصصات المتاحة حق مجال علاماتك اختاري واحد منهم اخذي لفة على هذول التخصصات دي الشيء الانترنت ويقرأي عن هذول التخصصات شوفي شنو ميولك شنو اللي تحبينا شنو أنت ميولك واللي تحبه وروح وأنا معاك قلبا وقالبا وأنا قابلك وأحبك قلبا وقالبا بس اختار صحي يجب أن نتقبل كأولياء أمور أن أبنائنا عندهم هذه القدرة بين الستين والسبعين بين السبعين والثمانين بين الثمانين والتسعين هذه قدرتها هذه قدرتها ممكن أعيد مرة ثانية يا عزاء المشاهدين ممكن اللي بستين وسبعين أضغط علي خليه بخمسة وتسعين نعم أقدر بس أنا رح أدمر شخصي يرجى الانتباح على هذا التصنيف مع أبنائنا ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة